موسيقى من فضائية العراق التربوي أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب وفي درس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف الخامس العلمي أعزائنا الطلاب درسنا اليوم هو حل أسئلة الفصل الأول المتجهات الفكتر للصف الخامس العلمي تعالى نياك شوية مراجعة سريعة لمفردات الفصل الأول للصف الخامس العلمي لمادة الفيزياء فصلنا كان يتناول أولاً أخذنا نوعين من الإحداثيات الكارتيزية والقطبية وكذلك عرفنا شون نحول من الإحداثي الكارتيزي إلى القطبي أو من القطبي إلى الكارتيزي وبعدي أخذنا شنو الكميات المقدارية والكميات المتجهة باعتبار أنا عندي الفيزياء هي علم الكميات الفيزيائية وقسمناها إلى قسمين اللي هي الكميات الفيزيائية المقدارية والاتجاهية ومن ثم عرفنا شون نجمع أكثر من المتجه سواء كان هذول المتجهين باتجاه واحد كنا نجمع وبنفس الاتجاه أو باتجاهين متعاكسين نطرح وباتجاه الأكبر وأما إذا كان المتجهين بيناتهم زاوية قائمة فأكيد سنروح على نظرية فيثاغورس أما إذا كان بين المتجهين زاوية أقل من 90 درجة فنروح إلى قانون الجيب أو قانون الجيب تمام بعدين أخذنا عزيزي الطالب شون نحلل المتجه إلى مركباته الأفقية والمركبات الشاقولية وكذلك أخذنا تحليل أكثر من متجه مائل بعدين انتقلنا وياكم عزيزي الطالب إلى الضرب المتجهات وعرفنا أنه عندي هناك نوعين من الضرب الضرب القياسي أو النقطي وهذا دائما نقول مطلق A مثلا A.B مطلق A مطلق B كوسين ثيتا أما إذا الضرب الاتجاهي فنقول A كروس ب مطلق A مطلق B سين ثيتا وأقصد بالسين ثيتا عفوا أقصد بالزاوية ثيتا الزاوية المحصورة ما بين المتجه A والمتجه B هذا هي كان أبرز مفردات فصلنا الأول المتجهات للصف الخامس العلمي تعالوا يا أنا عزيزي الطالب نشوف بعض أسئلات الفصل الأول اختيارات الفصل الأول سؤالنا الأول هو الاختيارات يطليني أشكال ونحن نختار الاختيار الصحيح تعالوا نياك نشوف الاختيار الأول اختيارنا الأول هو يقول متجهي الإزاحة متجهي الإزاحة A و B جمعات سوية للحصول على مقدار المتجه المحصل R أي من الأشكال الآتية يوضح بصورة صحيحة المتجه المحصل هنا عزيزي الطالب نستوقف عنده نقطة ذكرناها سابقا في دروسنا السابقة إنه شون أوجد المحصلة أرسم المتجه الأول والثاني أرسمه من نهاية المتجه الأول أما المتجه المحصل فنأخذه من الرأس الأول إلى نهاية الأخير فتعالنا نياك نشوف أي اختيار من هذه الاختيارات عندك هذا المتجه A وعندك هذا المتجه B إذن هل من الممكن أن يكون R هو هذا المتجه المحصل أكيد لا ليش لأن ما بيضالي من رأس المتجه الأول إلى نهاية المتجه الأخير تعالوا نشوف الشكل B هذا عندك المتجه A هذا عندك رسمنا الثاني من نهاية المتجه الأول اللي هو B إذن هل هذا هو اتجاه المتجه المحصل أكيد لا ما هذا اتجاه المتجه المحصل أما الشكل C فعندك هذا المتجه A ونرسم المتجه B من نهاية المتجه الأول في المتجه المحصل هل هذا أكيد لا لأنه بدأ من منتصف المتجه المحصل تعالوا نشوف الشكل D عندك هذا المتجه A رسم المتجه B من نهاية المتجه الأول هذا B وين المتجه المحصل؟ من رأس الأول إلى نهاية الأخير فإذن عندنا هذا هو اتجاه المتجه المحصل هذا الاختيار الصحيح فاختيارنا هو الشكل D اختيارنا لهذا السؤال كان الشكل D تعالنا ياك عزيزي الطالب ننتقل إلى اختيار آخر اختيارنا أو النقطة الثانية من هذا السؤال يقول قطع شخص إزاحة A باتجاه الجنوب الشرقي أي من الأشكال الآتية يوضح بصورة صحيحة المركبتين أي Y و AX للمتجه A هنا عزيزي الطالب نحن نحلل المتجه بين المتجه A الجنوب الشرقي فأي اختيار حيحلل لي المتجه المن إلى الجنوب الشرقي أكيد إحنا هنأخذ هذا الاختيار باعتبار هذا المتجه A قال لي الجنوب الشرقي إذن أنا محصورة وين؟ بين الجنوب وبين الشرق مادام قال لي الجنوب الشرقي إذن هي هاي زاوية عزيزي الطالب من أجي أحلله أحلله باتجاه المتعامدة هذا الـ AX وهذا عندي منه الـ AY فهذا يكون هو اختياري للشكل اللي قطع شخص إزاحة باتجاه الجنوب الشرقي ووضحت المركبتين باعتبارها هذه الـ AX وهذه الـ AY أكيد ما أخذ هذا الاختيار عزيزي الطالب لنشوف اتجاه الـ AY وين صاير؟ للأعلى وهذا خطأ هو قال لي جنوب الشرقي وأكيد ما أخذ هذا الاختيار عزيزي الطالب ليش؟ لأن قال لي جنوب الشرقي وهذا متجه الـ AY الرايح إلى الغرب وهنانا عندي هذا هو الاختيار الصحيح هنانا الشرق وهنانا عندي الجنوب أما هذا الاختيار فأكيد ما أخذ عزيزي الطالب باعتبار الـ AY متوضحة وين إلى الشمال وعندك الـ AX رايحة إلى الغلب فاختيارنا عزيزي الطالب لهذه النقطة هو الاختيار C تعال الآن ياك عزيزي الطالب ننتقل إلى نقطة أخرى من أسئلة اختياراتنا للفصل الأول واختيارنا هو النقطة الثالثة يقول أي زوج من المتجهات K, L, N, N الموضحة في هذا الشكل الأمامك عزيزي الطالب يكونون متساويان عزيزي الطالب احنا أخذنا خصائص المتجهات في هذا الفصل وقلنا عبارة أنه يقال عن المتجهين أنهما متساويان إذا كان لهما نفس المقدار وبنفس الاتجاه بغض النظر عن نقطة البداية إذن أنا أي متجهين عندي إلهم نفس المقدار إلهم نفس الاتجاه وإلما كانت نقطة البداية مالتهم إذن أقول الآن هذول المتجهين متساويان إذن تعال نياك عزيزي الطالب نشوف هذا الشكل الأمامنا أي من المتجهين متساويان يقول هل المتجه طبعا هو الاختيار الصحيح عزيزي الطالب إنه ده شوف المتجه إل بهذا الاتجاه والمتجه كي بهذا الاتجاه إذن هما متساويين بالمقدار وبنفس الاتجاه فأكيد هو هذا الاختيار الصحيح إنه كي وإل هما المتجهان المتساويان ست ليش ما أخذتي كي وإن؟ طبعا هنا كي باعوا اتجاه هوين والإن اتجاه هوين فأكيد هذول اتجاهاتهم ونفس الاتجاه فما أقدر أخذهم أما إذا ردت إيل وإن باع إيل بهذا الاتجاه والإيم يكون عندك بهذا الاتجاه فما ممكن أختارهم إذن اختاريت إيل وكي ست ليش اختاريتهم؟ يقال عن المتجهان إنهما متساويين إذا كان لهما نفس الاتجاه ونفس المقدار بغض النظر عن نقطة البداية إذن عزيزي الطالب اختارين الاختيار في الشكل السابق تعالا نياك ننتقل إلى الشكل النقطة الثامنة من اختياراتنا في هذا الفصل إحنا أنا عزيزي الطالب باعتبار عندي مطين متجهين متجه أي ومتجه بي وكل متجه عنده مركبة أفقية ومركبة شاقولية فهسه يقول لي أي من هذه الأشكال من أريد أي وبي يكون اتجاه عدي المتجه المحصل فتعالا نياك شو ننحل هيشي أسئلة عزيزي الطالب يقول الشكل المجاور يبين مركبتين متجهين A وB المتجه المحصل R يعني إذا أنا أريد المتجه المحصل عزيزي الطالب هذا عندك منه مركبات المتجه A وهذه مركبات المتجه B أنا من أريد أطلع المتجه المحصل أكيد أجمع الأكسات اللي حتكون على المحور X وبعدين أجمع اللي حتكون على المحور Y وبعدين أوجد أي متجه محصل يعني هسا إنته هنا عندك هذا المتجه B X وهذا المتجه منه A إذا أجمع B X ويا A X فحيكون عندك وين الاتجاه عزيزي الطالب حيكون بهذا الاتجاه ليش ستبه هذا الاتجاه لأن B X تكون أكبر من B Y إهنان عندك إذا أريد هذول محصلتهم B X والA X حيكون بهذا الاتجاه إذا أجي على المحور Y المحور Y عندك هذه البي عندك هذه البي وعندك هذه الAY شوف بالشكل منه الأكبر هل البي أم الAY أكيد الAY تكون عندك أكبر فإذا أجي أريد أرسمها شون هرسمها عزيزي الطالب تكون المحصلة مالتي هتكون وين نحو الجنوب إذن هذا باعتبار R X و R Y أي شكل حيبين للمتجه المحصل المتجه المحصل هو الشكل A هو حيبين لي المتجه المحصل ليش هذا المتجه أخذتي جمعت باعتبار الAY X ويا البي X وكان عندي R X باتجاه الشرق وجمعت البي وي مع الAY وكان أكيد الري باتجاه الجنوب فيكون المتجه المحصل لهذا الشكل هو الشكل A هنا عزيزي الطالب هذه هي كانت اختياراتنا للفصل الأول ننتقل وياكم عزيزي الطالب إلى بعض الأسئلة هنا أنا عندي بعض الأسئلة الفكرية اللي حنجاوب عليها من خلال مفرداتنا وما تعلمنا من الفصل الأول سؤالنا هو يقول هل يمكن لمركبة متجه هل يمكن لمركبة متجه أن تساوي صفر على الرغم من أن مقدار المتجه لا يساوي صفر هل يمكن لمركبة متجه أن تساوي صفر على الرغم من أنه مركبة المتجه لا تساوي صفر أقول لها نعم يمكن عزيزي الطالب إلى هنا أنتهي إياكم إلى نهاية هذا الدرس ملتقانا وإياكم في درس جديد إن شاء الله شكراً لكم شكراً لكم